اشتركوا في القناة وثلاثة عشر تم قتله قلت شيخك أنت في داغستان كيف؟ ولماذا؟ قال لي من نفس هذه الجماعات الجماعات التي تدعي أنها تنتسب إلى السلف الصالحين وهي ممنوئة بالتطرف والغلو والحقد والكره وإلغاء الآخر والجهل الجهل قبل كل شيء انتبهوا الجهل ليس جاهلا فقط الجهل ليس جاهلا فقط الجهل ظالم الجهل لا يقف عند حدود ذاته عند حدوده جهلا بل يتعد هذا أطبيعي حقيق بالجهل أن يستحيل ماذا؟ ظلما صح؟ يقال هنا إذا أردت أو قبل أن تحكم على الأشياء عليك أن تعرف الحقائق قبل أن تحكم على الأشياء عليك أن تعرف الحقائق خطير جدا على فكرة الذي يتسرع أن يحكم عليك دون أن يحركه حس الدهشة وحس الفضول لكي يعرفك أولا قل لي ليه خطير وجدا خطير لأن من لم يحركه ولم يبعثه حس الفضول وحس الدهشة ليتعرف عليك ويقف على ما لديك أنا متأكد أنه حين يتحرك ليحكم عليك يريد ماذا؟ أن ينهيك تحكم ليش؟ وإن ذهب هذا الحقوم؟ لكي تنهيني قال لك شفت هذا؟ ماذا ماله هذا؟ زنديق هذا يا رجل هذا تضد الأم وكذا طب ماذا تعرف عنه؟ ولا حاجة ماذا قرأت له؟ ماذا شاهدت له؟ ولا حاجة ويحكم جلاد أنت مجرم ببساطة أنت شخص مجرم جاهل ومجرم تمارس الجريمة على فكرة تمارس الجريمة نرجع لأخونا الداغستاني لأستطردوا سمحوني استطرتها طويلة إن شاء الله يكون فيها فائدة أخونا الداغستاني قال لي قتلوا شيخي يا شيخ في 2013 قلت له لماذا؟ وكيف؟ قال لي لو أحدثك عن هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه اسمه محمد أكرم فترحموا عليه الشيخ محمد أكرم قال قتلوه وهو التاسع والثلاثين لا يزال لسه المسكين لم ينص فيه العمر قال لي هذا قضى من خمس إلى ست سنوات في الباكستان يقرأ القرآن بالقراءات وأحكام التلاوة بدقة جوده تجويدا رائعا ست سنوات يتعلم كتاب الله قال ثم عاد رحمة الله على روحه الطاهرة قال وعلم المئات قال المئات حفظوا كتاب الله قال أنا أحدهم ومحدث هذا العالم العلماء تعالى لديه لغة عربية فصيحة وجميلة ويحفظ كتاب الله يحفظ ما بين الدفتين الذي حفظه وكله الفضل بعد الله الشيخ محمد أكرم قال لي أنا واحد من مئين كان للشيخ بعد الله الفضل في تحفيظهم واستظهارهم كتاب الله تبارك وتعالى رضي الله عنه قال لي والله يا أخي قال لي في الساعة التي قتل فيها كنت معه ورجعت معه شيئا من كتاب الله ثم تكلمنا بسرعة ثم ذهب فتبعه ثلاث من هؤلاء المجرمين بأسلحتهم مسلمين دعاء على نحج السلف الصالح الإسلام الصحيح أقتل زنديق حافظ كتاب الله ست سنوات يتعب مع كتاب الله حفظ المئات كتاب الله زنديق عدو للإسلام سنشوف ليه إيش عمل هذا تعامل مع مين هذا قتل مين حرق بلده كيف مزع بلده كيف اتعامل مع عدا بلده كيف بين قسين كما يفعلون مظبوط ثلاثة اتبعوا فدخل قالوا أمه في الستين من عمرها دفعوها دخلوا أغلقوا الباب ربط بنفسها عليه عرفت بالأسلحة قالت لهم اقتلوني ولا تقتلوا قالوا لا قالت اقتلوني إذن أولا ثم اقتلوا هو قالوا لا ونحّوها عنه بعنف وبقوة ثم أفرغوا فيها مشاطهم أمام أم جبر الله كساء قلت له أخي أحب أن أفهم لماذا قتلوا قال لأنه سوفي قلت هذه التهمة قال نعم سوفي الآن لو سألت أنت أحد كبار علماء الإسلام مش علماء الجهالة ومش علماء الجريمة عالم عالم أنا هنا في فيينا قبل زواء عشرين سنة واشهد على هذه العشرات من إخواني استمعت أنها محاضرة زواء ثلاث ساعات عن الصوفية تكفير وزندقة وتحكم في مصائر الصوفية وأنّ 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 من رجل في المحاضرة الآن أنه متخصص في الصوفية مذكان ابن عشر سنوات ورسالته للدكتوراء في الصوفية لو تعرفون حجم الأغلاط والأخطاء والأوهام والأكاذيب التي سمعتها في محاضرة واحدة لن تصدقوا لما تركه ولكن لي عادة لا أحب أن أصفر وجوه العلماء بين الناس لا أحب هذا ولا أحب أن أرد على هذا لا أحب هذا بفضل الله تبارك وتعالى استأذنت منه أشهد على هذا الآن أكثر من أخ من هنا في المسجد بعضهم الآن يطرق برأسي كانوا معي هناك أخذت وقلت يا شيخ أريد أن أجلس معك فجلسنا وكان المرحم الشيخ الأباصيري معنا أيضا ومعني ورقة كذا كتبت رؤوس الأقلام كله أغلاط وأكاذيب وأخطاء في الأسماء وفي الكتب وفي العزو وفي المذاء لا يعرف شيئا دكتوراء ومن سن العشر سنوات في التصوف يعني قضت وهو أربعين سنة في التصوف ودكتوراء والله ما أفلح في الرد على واحد منها أشياء واضحة الشيء واضحة تماما يعني ما تقول لي مثلا أن الفضيل ابن عياض ألف كتاب الشفا أقول له لا أقول له صح النوم ما في علاقة بين أبي علي الفضيل ابن عياض في القرن الثائل هجري وبين القاضي عياض بعده بزهاء ثلاثة قرون صاحب الشفا القاضي المالكي الذي قتله الموحدون المرابط رحمة الله تعالى عليه إيش إيش دخل أنت لا تعرف لا عياض هذا ولا عياض هذا ولم تقرأ الشفا وصح النوم مثلا أخطأها كذا أشياء رهيبة ستقول لي والله يكارث هيا عندنا هذه والله يكارث هذه الكوارث إذا مثل هذا غير جدير بالمرة أن يحكم على الصوفية مش أنت لتحكم على الصوفية إطلاقا طب كيف أصحاب اللي كلا شنكوفات هذول عد الشباب اللي بعرف الإسلام فقط لحية يرسلوها أدجداشة قصيرة وإن حياز تام للجنون تحالف مع الجنون والجريمة متحالف عمل حلف حقيقي مع الجنون والجريمة أو الجهل والجريمة من أين حيالف هذا فقط قيل له سوفي زنديق فرح ذبحه بس وصدق مولانا رسول الله صلى الله رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا لما حك عن ويكثو الهرج فقيل ما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل على ينطبق هذا تماما على زماننا إيو الله إيو نعمة ربي ينطبق على زماننا تماما مستحيل أن الشيخ محمد أكرم الدغستاني رحمة الله على روحه الطاهرة عرف لمقتل المسكين هو يعرف نفسه إن شاء الله أحد أهل الله أحد أولياء الله وأولياء كتابه صحيح قضى وأفنى عمره بين كلمات الله تبارك وتعالى والله أعلم بما كان يخبئ من عمليات بما يخبئ من عمليات وهم لا يدرون لما قتلوا قيل لهم يقتل فقتلوا تماما كما قتل الشيخ نادر الليبي جاء كتاب بجماعة ينبغي تصفيتهم لأنهم مخالفون نفس الشيء إذن أقتل فيقتل هل تظنون لا أقول مسلما أن عاقلا يفعل هذا بنفسه يهدر دم معصوم مسلما كانهم غير مسلم لأن واحد قال له أقتل وين كلام هذا مستحيل شيء رهيب نعود على كل حال إلى موضوعنا إخواني وأخواتي إذن حين لا تمتلك ولا تتوفر على حس الدهشة وحس الفضول أن تعرف ما لديه أن تعرف ما لديهم إياك أن تتنطع الحكم عليهم صحيح أنت لم تعرف ما لديهم ما عندكاش الحس هذا خلاص بتعد طب فإن فعلت واضح أنك مجرم تسير في طريق الجريمة صحيح تريد إقصاء الآخرين الإجهاز على الآخرين لذا يا إخواني نصيحتي نفسي ولكم تخففهم الحكم على الآخرين كل الآخرين ما علاقتك أن تحفى عن الناس لست لها قل لست لها ما علاقتك ما الذي يدريني؟ هل أنا متخصص فهلا؟ لا أعرف لا أعرف لأن أتكلم ليس من شاني ليس من شاني ولكن فلان حكم قل هو حكم أنا لا أحكم وأنا لست ببغاء لفلان لكي أردد ما حكم به فلان لست قاضيا هو يتقلد هذا في رقبته أمام الله أنا ما لدي علاقة أنا أحب أن أحسن العمل أحب أن أصلي جيدا أتصدق جيدا أرحم العباد أمسح دموعهم آسوا جراحهم هذا الذي أحبه لنفسي فأنا أقول لها فتكون نضي الله عنك وأرضاك بإذن الله لكن تلعب الأدوار الفرغة هذه لا 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 هذه أحد الأخطاء القاتلة للجنس البشري عموما للجنس البشري عموما فينبغي أن نكون متنبهين متلفتين جيدا إخواني وأخواتي أنت إما أن توسع إنسانيتك ستقول لي في إمكانية ما في إمكانية؟ أنت الإسلام تعرف حالك ترجمة نانسي قنقر